طيب اليوم نبدأ في المحاضرة رقم ثمانية بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم في المحاضرة رقم ثمانية من فيزيكس وان او تو طبعا المحاضرة اليوم رح نحكي فيها عن ايش جديد وهو الالكتريك بوتنشل ايش هو الالكتريك بوتنشل في البداية من نبدأ من نقطة الجميع بعرفها من فيزيكس وان او وان اللي هي الورك عشان نقدر نفهم الالكتريك بوتنشل لازم نفهم في البداية شوي او شغلة في الورك احنا بنعرف انه اذا كان في عنا وورك لا اشي معين مثلا تمام يعني مثلا اذا في عنا جسم انتقل من نقطة لنقطة خلاني حكي جسم مثلا هي حركنا الوماس ام اثرنا عليه بفورس اف اتحرك من النقطة ايه لنقطة مثلا ايش بي في هذا الحال الورك احنا بنعرفه على انه عبارة عن الفورس اللي احنا اثرنا فيها مضروب في الديستنس اللي تحرك فيها تحرك في هذه المسافة المسافة هاي اكس فبنحكي اف دوت اكس تمام فالان احنا ما بنناخذ الورك كله بنناخذ اعتبر انه مثلا الجسم تحرك حركة عشوائية اي حركة فنفرض الان انه هاي مثلا الان الجسم موجود في النقطة هاد وحركنا لهذا النقطة هاي النقطة مثلا ايه وهاي النقطة هاذا ايش اسمها بي فالان احنا بننحركه مسافات صغيرة فبننسمي المسافة الصغيرة هاي دي اس مسافة صغيرة ممكن تكون حتى مش نقطة مستقيمة ممكن تكون نقاط مائلة بهذا الشكل فاحنا بناخذ جزء صغير منها وهذا شو بنسمي دي اس تمام فالان مقدار الفورس اللي انا اثرته على هذا الجسم اللي عندي اللي هو هذا الجسم الموجود هايه بالازرق عشان اخليه يتحرك دي اس فبحكي انه انا اثرته بورك مقداره اف دوت دي اس فانا في عندي جسم هايه بالازرق اثرت عليه بفورس مقدارها اف بتحرك مسافة مقدارها دي اس فنتج عندي هذا الورك طيب احنا الآن بنعرف انه لو بننتعامل مع انه هذا الجسم اللي عندي اللي بالازرق عبارة عن شارج فبنعرف انه الفورس اللي بتأثر على اي جسم اذا بنناخذه من خلال الالكترق فيلد هي عبارة عن كيو مقدار الشحنة تايمز الالكترق فيلد طبعا هاي دوت برو داكت المفروض تمام فالآن هذا الحكي احنا بنعرفه من اول طيب والدي اس خلوا ليها زي ما هي دي اس هاي اول نقطة وخلونا نسمي هذا مش كل الورك دي وورك لانو احنا نتعامل مع جزء صغير من ايش من الورك فالآن الجزء من الورك انا عشان احركه من اي لبي هو كل الورك دي وورك كامل لكن اذا بدي احركه جزء صغير بسميه دي وورك طيب تمام فالآن الورك كله رح يكون عبارة عن التكامل من اي لوين لبي اذا من النقطة اي لنقطة بي على هذا الباث اللي هو بحنا بنسميه الآن اللي هو الاس تمام الباث كامل لا كيو في اي في دي اس طبعا هان في بينهم دوت برو دكت الكيو تطلع بره ليش بتطلع بره الكيو لانو الكونستانت ما لا تدخل في التكامل فالورك بتساوي كيو في الانتيجريشن من اي لبي كيو اي راحة لكيو اي دوت دي اس تمام اذا هاي تعريف الورك اذا بنا نتحرك شحنة بسبب الكترك فيلد او اذا تحركت الشحنة بسبب ايش الكترك فيلد طيب الان لو بننيجي نحكي احنا عن وورك او عن علاقة الطاقة اللي احنا بنعرفها اللي احنا بنعرف دايما انه دلتا كي زائد دلتا يو بتساوي صفر متى هاذ اذا كان نظام كونزيرباتف ما في فقد للطاقة ما في احتكاة يعني طيب لو ودينا هذا على الجهة الثانية بتصير دلتا كي بتساوي ماينس دلتا يو طيب شو دلتا كي اللي مش متذكر اللي هو change in kinetic energy والدلتا يو اللي هو change in potential energy تمام طيب واحنا بنعرف انه الورك هو عبارة عن change في الكنتاك energy فمنها الورك بدي يكون بما انه اذا كانت الكنتاك energy هي نفسها الورك فاذا اليو بتكون ماينس دلتا او الورك بساوي ماينس دلتا يو اذا بنصير نحكي الان بطريقة ثانية بنقدر نوصل لها الان انه التشينج في ال potential energy هو عبارة عن ماينس الورك صح؟ يعني زيك انه ودينا الاشارة على الجهة الثانية بس الورك شو بساوي بساوي كيو A ضد دي اس فالان بدي اشيل هذا واكتب الان كيو في التكامل من A لبي في ال E ضد دي اس اذا هذا بالنسبة لنا بنسميها potential energy potential ايش؟ اذا هذا اسمه potential energy لاحظوا ان ال potential energy نتج بسبب بوجود electric field تمام؟ وصار في عندنا حركة يعني فيه charge موجودة في electric field وتحركت مسافة معينة فبنا ننتبه على انه هاي النقطة طب لو كانت الجسم اذا كان الجسم ما فيه له charge في هذا الحال الكيو بتساوي صفر فتشينج ال potential energy بتساوي ايش؟ صفر لو حطينا الجسم في مكان ما فيه electric field في هذا الحال مباشرة ماشي؟ شو بنحكي؟ بنحكي انه ال E بتساوي صفر فالتكامل بساوي بنكامل على صفر فبكون constant اذا change in potential energy بساوي constant تمام؟ اذا اللي بنحكي دايما constant معناته ممكن يكون صفر او رقم اذا دايما اللي بنحكي انه اذا ما فيه عندنا electric field اذا ما فيه charge او ما فيه حركة مباشرة دايما ما فيه عندنا change in electric change in potential energy طيب شو معنى هذا الكلام؟ قبل ما نعرف شو معناه بدنا نعرف الان اشي جديد كمية جديدة اللي هي طبعا هاي خلص منبطل نسميها دلتا يو خلص نسميها يو تمام؟ بنسميها ايش؟ يو خلص ما هي معروف انها دلتا يو وبنصيب بدل ما نسميها دلتا يو بنسميها يو من ايه لبي عشان نسهل حالنا الحركة ونفهم الموضوع كيف تم فالان احنا هاي عرفنا اول اشي اليو او البوتنشال انيرجي من ايه لبي عرفنا على انه بساوي ماينس الورك اللي هو ماينس كيو فالانتيجريشن من ايه لبي لل اي دود دي اس لاحظوا انه في بينهم ايش؟ دوت برودكت طيب نفرض الان انا بنحكي اف ال اي طبعا ال اي دوت دي اس احنا بنعرف في البداية شو يعني اي دوت دي اس؟ هاي معناها اي في دي اس كوساين فيتا احنا بنعرف انه اي دوت بي بتساوي اي بي كوساين فيتا بتتذكروه هاي العلاقة فاحنا الان اي دوت دي اس هي عبارة عن اي هاي الكمية الاولى في الكمية الثانية ضرب طبعا كماغنيتيو ضرب ايش؟ اللي هو الزاوي بين الكميتين طيب الان بنقدر نحط هذا في التكامل اذا بدنا لكن هذا هو التكامل الاساسي اذا بدنا اياه منها بنحكي انه اليو او البوتينشيال انيرجي عشان احرك جسم من اي لبي بتساوي منس كيو في التكامل لل اي دي اس كوساين فيتا طيب لو فرضنا انه الجسم اتحرك المسافة هذه كلها اللي هي خلينا نسمي هذا المسافة كلها ايش مثلا اس او اكس مش مشكلة لاي اشي مش رح تأثر معي الان تمام؟ في هذا الحالة نفرض انه هذا الجسم اتحرك فاحنا بننشوف شو اسقاطه الان على ال اكس اكس خلينا ناخذها بطريقة ثانية اسهل نفرض الان انه الجسم كان بتحرك بهذا الاتجاه ونحكي انه الالكتريك فيلد بهذا الاتجاه وهي اتجاه الحركة بالاحمر تمام؟ طيب اذا الزاوية اللي بينهم كام؟ فيتا فشو يعني كوساين فيتا؟ زي كأني بدي اعمل اسقاط انا بدي اعمل اسقاط لا اتجاه الحركة اللي هي الاس هذي اللي احنا اللي هو اللون الاحمر على ال اكس اكسز فبيكون هذا اللي بنسميه احنا اس كوساين فيتا صحيح؟ فالآن بننتبه على هذه النقطة انه الاس شو اسقاطها؟ اس كوساين فيتا فحنا بدنا القيمة على ال اكس اكسز كم بتساوي؟ فزي كأني بحكي الان اذا كان الالكتريك فيلد بساوي كونستانت حسنا بنحكي الاف الالكتريك فيلد اس كونستانت معناته في هذا الحالي بنقدر نطلع برا التكامل طبعا هذا الحكي مش دائما بس الاحنا ناخذ حالات بس الان طيب الان نكمل بنصير بنحكي الان اليو عشان احرك جسم من اي لبي بتساوي منس كيو في اي في التكامل دي اس كوساين فيتا شو التكامل للدي اس كوساين فيتا اللي هو كل الطول اللي هو كل هذا شو بنسميه اللي هو المسافة كلها تمام من اي لبي واللي احنا بنسميه اكس اللي هو هذا هو تمام فالان صار عنا هاي ايش قيمة الالكتريك فيلد طيب تمام بدنا نعرف الان كمية هاي الكمية اللي بدنا اياها بننسميها الفي الفي بننعرفها على انها عبارة عن البوتينشال انيرجي مقسوم على تشارج نفسها تتذكروا لما عرفنا قيم الالكتريك فيلد حكينا هي عبارة عن الفورس مقسوم على تشارج لانه كان في معحة تشارج لانه احنا ما يعرف الفورس بتساوي كي كيو وان كيو تو على الار سكوار سبنقدر نطلع واحدة من هالكيو برا اسموا هاي مثلا ايش كيو وان مثلا فلو قسمنا هذا على كيو وقسمنا هذا على كيو طلع عنا ايش جديد اسمه الالكتريك فيلد هذه راحت مع هاد فضلت عنا قيمة اسهل في التعامل تمام في اللي هو ايش بنحكي عن يعني بس نتعامل مع الالكتريك فيلد اسم نتعامل مع فورس بنفس الطريقة الان برضو بدنا نعرف شغله احنا بنعرف انه الالكتريك فيلد ماشي احنا بنعرف انه الالكتريك فيلد البوتنشال انيرجي هو عبارة عن ماينس كيو في الانتغريشن من اي لبي فيل اي دو دي اس لو قسمنا هذا على كيو فالان هذا مع هذا بتروح فبيضل عنا الان الفي هو عبارة عن الانتغريشن من اي لبي لال اي دو دي اس وبناش ننسى ايش الماينس طيب شو هو الفي هسه هذ الفي بننسميه اللي هو البوتنشال الشو الفي بننسميه طب كيف ننميز بينه وبين هاذ النقطة الاولى الهو اليو اليو اسمها بوتنشال انيرجي فيها ايش فيها انيرجي بينما هاي فقط بوتنشال وبايش بنقيسها هاي الالكتريك بوتنشال ال V تقاس الآن بوحدة إحنا بنعرف ال V هي عبارة عن U على Q وال U إحنا بنعرف إنها بتقاس بجول على كولوم وهاي بدنا نسميها الآن فولت شو بدنا نسميها فولت حد عنده أي سؤال الآن في حد عنده أي سؤال يا جماعة طيب هيك بنكون إحنا عرفنا أول نقطة طيب ومن خلال هذا التعريف لأنه صرنا نعرف الآن ال V هو عبارة عن فولت خلصنا نسميها فولت بنقدر نعرف الآن ال ELECTRIC FIELD بنقدر نعرف ال ELECTRIC FIELD من وين نعرف ال ELECTRIC FIELD خذوا هالعلاقة الآن اللي بنا إياها إحنا بنعرف إنه زي ما حكينا قبل شوي هاي هالعلاقة اللي عندي إنه ال V تعريفها هي عبارة عن ال U على إيش على Q طيب من خلال هاي العلاقة اللي عندي insert ال POSITIVE وال NIGATIVE الآن اللي هي minus Q E في X لو قسمناها على Q Q مع Q بتروح فبيضل عنا إيش المسافة هاد مسافة ضرب ELECTRIC FIELD فالآن potential energy انقسمت على Q فزي كإني بحكي الآن خلينا أسوها بصفحة ثانية إنه V بتساوي E في X أو minus E في X صح؟ طيب منها ال ELECTRIC FIELD بساوي V على X واخذوها الآن بدون سالب ما بهمني السالب الآن شوي لأنه إحنا نتعامل الآن مع وحدات قياس منها ال ELECTRIC FIELD إحنا نتذكر إنه كنا ماخذينه قبل فترة A newton bare column تذكروها نقدر الآن نأخذ وحدة جديدة وهي عبارة عن V V bare meter لأنه إحنا ال ELECTRIC FIELD كوحدة قياس جديدة إليها هي عبارة عن V bare meter إذن هاي وحدة القياس الجديدة اللي عندنا تمام؟ في حد عنده أي سؤال يا جماعة؟ كل شيء واضح أموركم تمام؟ طيب نعرف إشي اسمه ال ELECTRON VOLT إحنا لسه اليوم كلها تقريبا تعريفات يعني ما بدينا في الشغل لسه إحنا بنتعامل مع إيش مع تعريفات الآن في عندنا إشي اسمه ال E V أو بنسميها ال ELECTRON VOLT شو يعني ELECTRON VOLT؟ يعني في عندنا CHARGE بتساوي CHARGE OF ELECTRON وفي عندنا VOLTGE موجود فيه هذا ال ELECTRON هاي بكل معناها واضح الفكرة كيف؟ فالآن بنصير نحكي إنه ال ELECTRON VOLT هي عبارة عن 1.6 10 to power minus 19 اللي هي CHARGE OF ELECTRON لكن بإيش مضروبة؟ مضروبة بVOLT تمام؟ فبتكون طبعاً بتكون طبعاً وحدتها ELECTRON VOLT اللي هي عشان نحولها لجول فبتتحول هيك بطريقة هذة لأيش لجول ليش؟ لأنه إذا بنقسم على VOLT يعني اقسموا الآن هذه على ELECTRON على CHARGE OF ELECTRON اقسموا هذا على ELECTRON Joule bare column اللي هي شو بنسميها VOLT رجعت مرة ثانية إيش VOLT زي ما حكينا عنها قبل شوي هايها Joule bare column اللي هي عبارة عن VOLT فزي كانوا إحنا شو سوينا؟ ضربنا ال ELECTRON في الجهة الثانية بس فظل عندي الناتج شو هو ال ELECTRON VOLT بسعب 1.6 times 10 to power minus 19 Joule فما تنسوا هاي النقطة برضو مهمة طيب الآن بدنا نرجع نعرف ELECTRIC FIELD من خلال potential energy لاحظوا أن ELECTRIC FIELD عبارة عن مقياس للتغير في ELECTRIC potential أو خلينا نحكي بسبب ELECTRIC potential أو بتغير ELECTRIC potential مع إيش؟ مع مع ال DISTANCE أو مع الإزاحة أو مع المكان اللي هي موجودة بني فبنصير نحكي The ELECTRIC FIELD is a major of the rate of change وفي The ELECTRIC FIELD عفوا ELECTRIC potential ولم نسمع ELECTRIC potential اللي هو إيش معناها؟ اللي هي ال V ELECTRIC FIELD اللي هي ال E تمام؟ potential energy أو ELECTRIC potential energy مدام فيه energy هذيك ال U طبعا هنا with respect with respect to position هذا الآن تعريف جديد بنعرف فيه ELECTRIC FIELD بدنا نعرف الآن إيش معناه هذا التعريف الجديد اللي عندي عشان نقدر نعرف شو معناه بدنا نعرف الآن إنه فيه علاقة بين ال ELECTRIC FIELD هاي هالهي العلاقة اللي عندي هاذ بين ELECTRIC FIELD وبين DISTANCE وبين برضو إيش ال ELECTRIC FIELD ففيه علاقة بينهم الثلاث تمام؟ فبنصير نحكي الآن إنه ال ELECTRIC FIELD لو أخذناها بدون أرقام موجبة وسالبة هي عبارة عن V على X فزي كأني باجي أحكي إنه ال ELECTRIC FIELD بتتغير بFUNCTION أو كتغير بين ال V وال H وال X صح ولا لا؟ فبنصير نحكي إنه ELECTRIC FIELD is a major of rate of change مقدار التغير لل ELECTRIC POTENTIAL with respect to POSITION كيف تتغير ELECTRIC POTENTIAL مع POSITION؟ بمثل عندي إيش ELECTRIC FIELD إذن هاي تعريف إيش ELECTRIC FIELD بطريقة ثانية الآن في ELECTRIC FIELD طيب الآن في البداية خلونا نبدأ مع بعض في تعريف ELECTRIC FIELD ونوان بيجي ELECTRIC FIELD ماشي طبعاً ما نتعامل إحنا مع ال UNIFORM ELECTRIC FIELD وإحنا حكينا عن ال UNIFORM ELECTRIC FIELD سابقاً إنه عبارة عن ELECTRIC FIELD ثابت في كل النقاط المفروض ELECTRIC FIELD بيكون ثابت في كل مكان هيك المفروض يعني لو أخذنا ELECTRIC FIELD عند النقطة هاد أو عند النقطة هاد أو عند النقطة هاد ELECTRIC FIELD ثابت فهذا اللي بنسميه إحنا ELECTRIC FIELD إيش ماله UNIFORM طيب إحنا هذا الحكي شو دخله في موضوع ELECTRIC FIELD ويكون عندنا إيش اللي هو جسم وهذا الحكي راح نحكي كمان شوية إن شاء الله طيب الآن عشان نفهم موضوع ELECTRIC FIELD بدنا نرجع لموضوع الجاذبية الأرضية الآن بدي أخذ أنا الجاذبية الأرضية لتحت للأسفل عشان نفهم موضوع ELECTRIC FIELD وكيف تتغير U اللي هو ال-POTENTIAL ENERGY وكيف تتغير أيضا إيش ال-V فإحنا خلونا في البداية على موضوع U فالآن إحنا خلاص انتهينا من هاي النقطة فخلونا الآن نفهم موضوع U في البداية تمام إحنا اليوم ندرس U بعدين بنروح ندرس إيش ال-V طيب تمام بدي أنا أحط الآن مجال الأحمر بدي يكون هون مجال الجاذبية الأرضية والأخضر هو اللي راح يكون عبارة عن يعني هذا راح يكون الجي والأخضر هو عبارة عن إيش ال-ELECTRIC FIELD تمام طيب تمام الآن أنا أبدأ أخذ جسم وفي ماس M لو أخذنا الآن جسم على ارتفاع H من الأرض هاي الأرض عندي هاي هذا اللي GROUND أخذنا جسم على ارتفاع H إذن هذا الارتفاع كم عندي؟ H بنعرف إنه إلو طاقة وضع مقدارها M في G في H لكن إذا هذا الجسم تحرك لحد ما وصل الأرض كم بتصير الطاقة تبعته؟ صفر فال-U لاحظوا كانت M G في H اللي هو البوتينشيل انيرجي تبعته البوتينشيل انيرجي عندي النقطة اللي تحت شو صارت؟ صفر فبنلاحظ إذا كان الارتفاع أكبر يعني إحنا الآن إذا تحركنا من ارتفاع أعلى لارتفاع أقل شو بصير في البوتينشيل انيرجي؟ بقل يعني إذا مشينا هنا بنحكي with G يعني with direction of G with direction of G في هذا الحال بنلاحظ إنه شو بصير في ال-U decrease صح؟ طيب لو مسكنا جسم ورفعناه للأعلى لاحظوا إنه كانت طاقته قليل ليه شو صارت طاقته؟ أكبر في الحال الأولى كانت الطاقة كبيرة صارت أقل إذا بصير هنا بنحكي إنه الآن إحنا بس نمشي مع الخط مع خط الجي يعني خط المجال شو بصير في ال-U ال-U بصيرها decrease هان لما نمشي عكس خط المجال ماشي هنا بنحكي opposite of G ال-U شو بصير فيها؟ increase طبعا نحكي هذا الحكي عن إيش؟ عن mass M إذا نحن هيك اتفقنا على هاي النقطة نروح نشوف الآن بالنسبة للإلكتريك فيلد إذا أخذنا الآن الماس وقارناها الماس بتكافئ positive charge شو بتكافئ الآن؟ positive charge فالآن لاحظوا عندي الجميع لما أجي أحكي الآن أنا في عندي mass ماشي نفس التعامل مع positive charge كيف يعني؟ لا نحن بنعرف أنه الآن لو تركنا الماس يعني لو كان في عندي مثل كتلة وتركناها تلقائيا راح تتحرك مع مين؟ مع المجال فهي بتروح باتجاه الجهد الأقل أو عفونا potential energy الأقل يعني تمام؟ potential energy الأقل والpositive charge أيضا هي بتروح باتجاه اللي هو اللي هو حكينا لما تذكروا إحنا في الشابتر الثلاثة وعشرين إنه positive بتحرك دايما تلقائيا بتكون في عليه قوة Q في E باتجاه الإلكتريك فيلد والnegative بتحرك تلقائيا عكس اتجاه الإلكتريك فيلد تمام؟ فالآن إحنا بنلاحظ إنه positive بتتعامل نفس تعامل إيش؟ الإلكتريك أو خلينا نحكي جسم في مجال الجاذبي الأرضي فبنلاحظ إنه إذا تحرك with E إذا تحرك مع E في هذا الحالي U شو بيصير فيها؟ decrease وإذا تحرك opposite of E شو بيصير في U؟ increase اتفقنا عن النقطة الأولى؟ طيب إحنا الآن انتهينا من هذا لكن هذا الحكي بالنسبة للpositive طيب الآن لو كان عندي negative في هذا الحالي شو بدي أعمل الآن؟ هل رح يظل نفس الشغل ولا رح يتغير؟ خلونا نشوف شو بنساوي ناخذ لون ثاني الآن هاي النغative النغative لما يمشي للأسفل إحنا بنجبره إجبار إذن هذا بنحكي هذا بالنسبة لمن؟ للpositive النغative لما يمشي with E بنلاحظ أنه اليو شو بصير فيها؟ increase هنا بنحكي opposite with E اليو شو بصير فيها؟ decrease لأنه عكس البوزتف مباشرة أنتو تذكروا البوزتف وخذوا عكسها لإيش؟ للنغative إذن نلاحظوا الآن إحنا شو عنا؟ الحالتين حالة البوزتف البوزتف بمشي تلقائيا للأسفل فبيمشي دائما باتجاه اليو الأقل النغative بمشي تلقائيا عكس المجال فلما يمشي عكس المجال هاي opposite فشو بصير فيه decrease تلقائيا بصير له decrease هذا بالنسبة لدراسة مين حكينا إحنا؟ اليو طيب تمام خلونا نشوف الآن الـ V هل الـ V رح تتأثر بهذا الموضوع؟ ولا لأ؟ الآن عشان نفهم موضوع الـ V أنا بدي أبعدلكوا عن هذا الموضوع كليا عشان ما نخربط في هذا الموضوع الـ V إنتوا الآن خذوا هاي القيمة طبعا الـ V ما لها دخل في إيش؟ في charge دائما نخذوها قاعدة لما نمشي مع الخط شو بصير في الـ V decrease الـ V decrease ليش؟ لو أخذنا النقطة هاد وأخذنا النقطة هاد هاي النقطة A وهاي النقطة B إحنا بنعرف إنه الآن الـ V عشان أحرك من A إلى B بتساوي minus E D cosine theta تمام؟ طيب الآن إذا تحركني بهذا الاتجاه هاي لاحظوا مرة ثانية أنا كيف بدأ أتحرك؟ بدأ أتحرك مع المجال كم الزاوية صفر؟ إذن هاي صارت واحد المسافة اللي أنا مشيتها D فبصير عندي minus E في D إذن لاحظوا القيمة شو كانت عندي negative فلما أتحرك شو بصير في الجهد؟ بده يقل فإذن إذا تحركنا with with electric field ال V شو بصير له decrease طيب إذا تحركنا opposite of E شو بصير ال V increase ليش؟ لأنه بصير الزاوية 180 درجة فسالب بصير مع السالب هاي بروح بصير positive فال V شو بصير فيها بتزيد حد عنده أي سؤال على هذه النقطة؟ طيب تمام ننتقل للنقطة اللي بعدها الآن بدنا نعرف كمية ثانية اللي هو V أو الدلتا V من A لB وعبارة عن VB minus VA تمام؟ أو بنسميها دلتا V أحيانا أو VAB النقطة النهائية نقص النقطة الابتدائية دائما وهذا الحكي معروف فمنها هاي الدلتا V أحيانا بنسميها V من A لB تمام؟ منها بنقدر نحكي الآن تعريف الدلتا V هو عبارة عن minus الانتقريشن من A لB ال E لدي S إذا كان إذا كان الإلكتريك فيلد كونستانت and dot product between them is equal مثلا one يعني الجسم بتحرك مع أو عكس فبنقدر نحكي الآن إنه بتحول أو إذا بعمل زاوي بنحولها لكوساين فتا فبنصير نحكي الآن دلتا V بنطلع الإلكتريك فيلد برة والتكامل على ال S كلها سموها D مثلا يعني دستانس كلها ال D S اللي هي المسافة الصغيرة هذ وكلها شو بنسميها D هي عبارة عن E اللي كنا نسميها X D كوساين فيتا تمام هيك؟ طبعا ال D من أولا بنحركها هاي من A لB وهذه برضو من A لB تمام منها الآن ال Potential Energy أو Change in Potential Energy من A لB هي عبارة عن Q دلتا V اللي هي بتساوي Minus Q E D كوساين فيتا وبرضو هاي من من A لB وهاي من A لB انتو شايفين انو العلاقات كتير صح؟ لكن لحد الان احنا اللي اخذناها كالتالي خلينا نرجع نعيد الاشياء اللي احنا اخذناها عرفنا اليو بس ما اخذنا اشغير اليو انسوا الورك مش مشكلة هسا الورك ما هي الورك نفس اليو بس يعني خلين نحكي بينهم negative charge مش اكثر نشوف بعد عرفنا اللي هو ال V اللي هي عبارة عن U على Q وبعدين عرفنا ايش كمان بس هنا علاقتين ما في غيرهم يعني احنا اللي اخذناهم كالتالي هم ما في غيرهم العلاقات خلينو نكتبهم مرة ثانية كل اشي اخذنا عشان ما حدا ينسى عرفنا اول الشي ال V من A لB هي عبارة عن VB ماينوس V VA اللي هي بنسميها احنا ايش دلتا V من A لB نفسها عرفنا كمان ال V من A لB اللي هو عبارة عن E D كوساين ثيتا من A لB هاد عشان فيش فيهم تكاملات وعرفنا وعرفنا ال U هي عبارة عن Q في الدلتا V من A لB واللي هي نفسها ماينوس E D ماينوس QE D كوساين ثيتا وبرضو هاي من A لB هاي اللي بدون تكاملات ال V من A لB بالتكاملات بتصير ماينوس من A لB E دود D S وال U من A لB ماينوس Q E دود D S هاي كل التكاملات الأشياء اللي احنا أخذناها ظل عنا آخر علاقة اللي هو V بتساوي خلص ما هي نفسها V بتساوي E في D وفي حال كانت الزاوي إيش constant احنا بنعرف برضو العلاقة الثانية اللي هو إيش V بتساوي U على Q بس ومنها U بتساوي اللي هي نفس العلاقة اللي احنا كتبناها قبل شوي تمام فإذن هاي ملخص لكل العلاقات اللي عندي عشان ما حدا يضيع فيهم إذن فش عندي علاقات كتير هم علاقتين فعليا علاقة V وعلاقة U بعدين كلهم من بعض بطلعن طيب تمام إيش الأشياء اللي احنا رح ندرسها أول شي رح ندرس إحنا إذا كان الجسم موجود داخل Electric Field تمام وفي هذه الحالة بدنا ندرس التغير في Potential Energy إذن إحنا دراستنا خلينا نحكي بشكل سريع عن مجموعة نقاط إما إنه رح ندرس في حالة Potential Energy V لإيش رح ندرسها رح ندرس هذا الحقيق لثلاث أشياء إما لPoints على Electric Field أو بلاش نكتب Points على Electric Field خلص نحكي في Electric Field بشكل عام إما لPoint Charge أو رح ندرسها لإيش لSphere أو أشياء ثانية تمام هاي الثلاث أشياء اللي رح ندرسها Electric Field درسناهم هاي من العلاقات تبعتهم V بتساوي في D Cosine Theta طبعا العلاقات الثانية U Q Delta V ما بتأثر نفس الإشي كلها تمام لكن أي إشي في Electric Field ديكون عبارة عن Electric Field في حال إنه Electric Field Constant وإحنا هل مقصد في Electric Field إنه يكون Constant Electric Field فرح تكون هاي العلاقات اللي عندي ما في تكاملات رح يكون فيها ليش؟ لأنه Constant Electric Field طيب النوع الثاني في حالة الPoint Charge رح نوخذ علاقة اللي رح تكون K Q على الR هاي الفي وبرضو الU بيكون عبارة عن K Q1 Q2 على الR هاي في حالة Point Charge لسفير رح ما رح يضبط معه غير وجود إيش تكاملات فإذا إحنا صار عندنا هاي الثلاث أنواع من الأسئلة اللي رح نتعامل معه تمام هيك؟ طيب الآن نبدأ في أول Example Example 2 عشان نشوف كيف نقدر نحل هذا Example السؤال بيحكي لنا إنه في عنا two plates واحد منهم positive والثاني negative وإحنا حكينا قبل هيك إنه دايما إذا كان في عنا two plates بيكون electric field بينهم شو منتظم فدايما بيكون electric field من البوزيتف للنغتف بهذا الشكل طبعا على الأطراف بيكون فيه انحناء بالشكل هذا بس هذا ما بهمني ليش؟ لأن أنا بدرس دايما وين؟ بدرس دايما المنطقة اللي في الوسط ما بهمني الأطراف فدايما هاي positive وهذه إيش؟ negative ففي عنا two plates والآن السؤال بيحكي لنا proton حطينا proton في هاي المنطقة والبروتون نعرف إنه positive هاي charger q إذن في عنا proton إنو وضع في electric field electric field مقداره eight times ten to power four ولاحظوا الآن بدي أكتب volt bear meter أو بقدر أكتب newton bear h column خلص لأنه إحنا تعرفنا إنه electric field الآن ما بفرق إني أكتبه بهذا أو بهذا لأنه إحنا عرفنا electric field من خلاله طيب السؤال شو بحكي لنا إنه البروتون start from rest هاي كلمات مهمة لازم أعرفها ولازم أظل نحطها في بالي ليش لأنه هاي الكلمات إلها معاني يعني زي مثلا في فيزيا واحد إذا بتتذكروا لما نجي نحكي إنه في جسم رمينا وصل الماكسيمم هايت الماكسيمم هايت معناها الفي عندها شو بتساوي سفر هاي معنى ماكسيمم هايت لما نجي نحكي start from rest معناها إنه الفي شو بتساوي في عنده هذا النقطة بتساوي زيرو لو سمينا النقطة اللي بدأ عندها نسميناها A والنقطة اللي انتهى عندها نسميناها B تمام فإذا منيج نحكي الآن V عند A لأنه start from rest V عند A equal زيرو طيب تمام إذا مشى مسافة المسافة اللي مشاها هاذ اسمها D طبعا مشاها لوين للأسفل فبيحكي لي إنه D كم بتساوي نص متر فالسؤال شو بحكي لنا الآن بحكي لنا find the velocity at point B إذن السؤال V at B كم بتساوي كيف بدنا نحسبها هذا طلع يعني إحنا بما نتعامل قاعدين في جسم وبتحرك داخل مجال جاذبية بغض النظر هي أرضية ولا مجال طبعا مش مجال جاذبية المقصود فيها إذا كان في عنا جسم بتحرك داخل مجال جاذبية أرضية مثلا نحكي إنه كتل عندي في هذا الحال كنا نحكي دايما إنه delta K plus delta U بتساوي صفر صح والدلتا V إحنا بنعرف كم قيمتها اللي هي عبارة عن نص MV final squared minus نص MV initial squared ها بنذكرها والدلتا U إحنا بنعرف شو قيمتها ماشي اللي هي خلص معروف كلها delta U كلها قيمتها عندي صح فكلها شو بتساوي صفر فإذا هاي بتساوي زيرو بنقدر نحسب البدنية أو بطريقة ثانية لكن ممكن تكون معقدة بما إنه electric field عندي لاحظوا الآن إحنا بنقدر نحل بطريقتين electric field عندي constant وcharge موجودة بنقدر نعرف الفورس اللي هي Q في E طيب هاي الجسم أثرت عليه فورس مقدارها Q في طيب هل أنا في هذه الحالة بحاجة إني أدخل الماس للبروتون الماس للبروتون في هذا الحال شو بصير فيه المفروض إني إذا بدأت عامل مع الفورس ماشي إني أشوف إنه كم الـ M في G تبعته الآن ما بتهمني يعني الآن الـ M في G أنا ignored صغير جدا مقابل الفورس اللي راح تكون من الكهرباء لكن اللي حاب يوجدها بقدر يوجدها فبنصير نحكي الآن هذا الجسم أثرت عليه 2 فورس في عنا M G للأسفل وفي عنا Q في E برضو لوين للأسفل فالآن بجمع 2 فورس مع بعض وبيحكي الآن إنه في عنا 2 فورس للأسفل فسيجما F بتساوي M في A فQ في E بلس M في G بتساوي M في A بحسب الأكسليريشن وبروح لمعادلات الحركة ومعه المسافة بصير حكي V فاين سكوير بتساوي V انيشل سكوير بلس 2 A طبعا إيش دلتا أو 2 A دلتا X اللي هي إيش اللي هي هايها هذا اللي هي D تمام فهاي D فعنا كل شي إحنا موجود إلا V فاين فبنحلها هاي طريقة من الطرق اللي ممكن تكون شوي فيها شوي صبت ما رح تلاقوا إنه الامجي مقارنة في الكيو اي كثير صغيرة فتهمل عرفت ليش أهملناها لأنها كثير صغيرة ما صار فيه اتزان زي سؤال التوجيه اللي صار عليه مشاكل لا ما صار فيه اتزان عندي اتزام معنات وإذا كان فيه عندي أنا إيش يعني الوزن مقارن بإيش بالقوة الكهربائية فبتكون 2 كبار طيب الآن الطريقة اللي حكينا عنها للحل هذا السؤال هاي طريقة الأولى كانت من خلال الفورس الطريقة الأسهل دايما في التعامل مع هاي الأسئلة اللي هو من خلال البوتينشيال انيرجي والكننتيك انيرجي احنا بنعرف دلتا كي بلس دلتا يو بتساوي صفر وإحنا بنعرف يا جماعة الدلتا يو هي بدي أكتب الكوياه مرة ثانية هاي احنا كنا كاتبينها الدلتا يو شو بتساوي هايها لأنه احنا بنتعامل مع electric field constant فبنصير نحكي ال يو من اي لبي أو الدلتا يو يعني هو عبارة عن ماينس كيو في اي في دي كوساين ثيتا صح؟ هاي نتأكد منها ماينس كيو اي دي كوساين ثيتا طبعا ال ال دي من وين من اي لبي طيب الآن دلتا كي زي ما تعلمنا هي عبارة عن كي فاينال ماينس كي انيشيال بلس دلتا يو ما حدا يصيبها دلتا يو خلوا ليها من اي لوين لبي بتساوي صفر إذن 1 هاف mv final squared ماينس 1 هاف mv initial squared بلس دلتا يو شو بتساوي دلتا يو ماينس كيو اي دي والآن كوساين ثيتا كم يزاوي بين اتجاه الحركة لاحظوا بتحرك انا بهذا الاتجاه هيخلينا ارصوه بلون ثاني لاحظوا انا بتحرك بهذا الاتجاه وبنفس اللحظة الالكتريك فيلد بنفس الاتجاه إذن هذه كلها شو بتساوي واحد كوساين الزيرو كم بساوي اذا منه بتبهانا كوساين الزيرو اللي هو بساوي بواحد فالآن لاحظوا بما إنه الجسم start from rest ففي initial صفر فضل عندي أنا ايش هاذ فبنصير بنحكي one half mv final squared بتساوي طبعا هذا كله بساوي صفر ودو هذا على الجهة الثانية بتساوي q e d الآن بنعيد ترتيب المعادلة بعيدها في هاي المنطقة لأنه مش جضايا الوساع بظل عنه v final لاحظوا شو بتساوي ده ضرب في ثمين بسلعنا ثمين q e d على m وكان في عندي squared بشيلها بإيش بالsquare root بطبق في هاي العلاقة مباشرة في الآخر دايما الأرقام بخليها وين في الآخر تمام لما أطبق فيها مباشرة بطلع معي كم قيمة إيش charge لو كانت حد عنده أي سؤال حد عنده أي سؤال يا جماعة صعب الموضوع طبعا لما أحلها بطلع الجواب عندي بساوي ثمين وثمانية في عشر أقوة ستة متر بير سكند تمام هاي إيش قيمة فأنا بحكي لكم إياها دايما لما تشوفوا أسألي بحكي لك احسب لي الفي فاينل اتعاملوا مع هذا العلاقة لأنه بتكون هي طريقة الأسهل للتعامل لأنه الدلتا معروفة معكم ما حدا يبصلها يو فاينل يو انيشل ما في داعي لفصلها مباشرة حلوا فيها في طريقة ثاني نعم في طريقة ثانية من خلال الفورس لكن ما لها داعي تمام طيب ننتقل الآن لا الالكتريك فيلد ديو تو بوينت شارج اللي هي الحالة اللي حكينا عنها أي وحدة اللي هات البوينت شارج إذن هانا بنيجي نحكي إذن الالكتريك فيلد ديو تو بوينت شارج إحنا بنعرف يا جماعة قبل شو حكينا V A ماينس V B أو V A لB هي عبارة عن V A ماينس V B وحكينا ها شو بتساوي ماينس الانتجريشن من A لB ال E دو دي أس طيب لكن احنا بنعرف انه الالكتريك فيل للبوينت شارج هو عبارة عن K Q على R سكويرد صح هذا بنسبة لل البوينت شارج إحنا أول كنا نطلع الالكتريك فيلد برة كنا نطلعه قبل شوي صح ولا لا ليش لأنه كنا نحكي انه الالكتريك فيلد الآن إش ما له كونستنت زي الحالات اللي كانت عندي هذ لاحظوا الالكتريك فيلد كونستنت ما بتغير لاقيمة ولا ايتجاه لكن في حالة البيوينت شارج لاحظوا انه الالكتريك فيلد بتغير القيمة واتجاه. فالان نقدر نحكي الان بنا نعوض الالكتريك فيلد. بس قبل ما نعوض الالكتريك فيلد الاي. دو دي اس لانه هي اصلا دو دي ار. هذا وين اتجاهها? باتجاه الار. لاحظوا الالكتريك فيل دايما مع الراديس جاي. زي ما حكيناها اول في المحاضرات راجعوها. فالان الاي دو دي اس. في هذا الحالي بتساوي كي. على الار سكويرد. فالان الار والدي اس. فبدا تصير ايش? دي ار. شو اتجاه الحركة اللي راح نتحركها مع الراديس. تمام? طيب. فالان هاي معنى هاي القيم اللي راح احطها الان بدل الاي دو دي اس. منها الفي. اي لبي. هي عبارة عن. ماينس الانتجريشن من اي لبي. للكي. كيو. على الار. سكويرد. دي ار. كل الكي في الكل بيطلع بره. والسالب بيطلع برضو. بظل عن التكامل من اي لبي. وان اوفر ار سكويرد دو دي ار. شو التكامل تبع الوان اوفر ار سكويرد؟ ماينس وان اوفر ار. صح؟ ماينس وان اوفر ار. لانه الار قو ناقص اثنين. شو تكاملها؟ ار قو ناقص واحد على ناقص واحد. اللي هي ناقص ار قو ناقص واحد. صح؟ طيب. فالان وار قو ناقص واحد. اللي هي واحد على ار. فبطلع عنا كي كيو على ار. تمام؟ وهذا ما نعوض فيه من وين لوين؟ من اي لبي فبطلع عندي الان يا جماعة العلاقة اللي بدي ايها في اي لبي هي عبارة عن كي في كيو وان اوفر ار. شو اللي كان يتغير عندي الار. وان اوفر ار عند ايه كم كانت ار عند بي عفوان لنناخذ الحد اللي فوق ماينس وان اوفر ار عند ايش؟ عند ايه. تمام؟ ما في تربيع. طيب هاللي كيو بتتعوض تشارج بوزيتف او نيكاتيف؟ نعم. لانه هانا ما في عنا ديركشن. خلص انتهت ديركشن. فهان الكيو ممكن تكون اما بوزيتف او ايش؟ او نيكاتيف. فانتبهوا على هاي النقطة. منها الفي عند بوينت واحدة بتكون كيو على الار بس. وزي ما حكينا الكيو ممكن تكون اما بوزيتف او ايش او نيكاتيف. ومنها البوتنشل انيرجي بتكون كيو كيو وان كيو تو على الار وبرضو كيو وان او كيو تو ممكن يكون بوزيتف او ايش؟ او نيكاتيف والان كمان النقطة الثانية وهي ما نوقف عندها بعدها عشان بنبدأ فيها ان شاء الله في المرة الجاي انه اذا كان في عندي بوتنشل انيرجي عند بوينت معينة وفي عندنا اكثر من شارج يعني مثلا في عندي هاي شارج وبنا نوجد كم قيمة البوتنشل عند النقطة اي بنحكي انه في عند اي هي عبارة عن كي وبنفتح قوس الشارج الاولى كيو وان على كم المسافة بينها وبين الاي بنسميها r1 هذه المسافة بنسميها r2 هذه المسافة r3 وهي المسافة r4 فااذا منجي نحكي q1 على r1 plus q2 على r2 plus q3 على r3 plus q4 على R4 تعويض بدون ما نحط لا فيكتورز ولا اتجاهات ولا غيره تمام فزي كأني باجي أحكي الفي هي عبارة عن الكي هيطلعنا الكي في الصميشن لأنه هذا مجموع كيو آي على R اي مش يعني كيو آي اللي هو مثلا كيو 1 على R1 زاد كيو 2 على R2 زاد كيو 3 على R3 وبنفس الطريقة إذا كان في عندي واحدة أو ثنتين أو ثلاث بنحكي عنها في المرة الجاي لأنه هاي فيه لها طريقة فالمرة الجاي إن شاء الله بنبدأ في إيش فعند البوتنشال انيرجي مش الفي اللي هي البوتنشال لا البوتنشال انيرجي بنواخذ إكزامبلز عليهم حد عنده أي سؤال يا جماعة بتمنى تراجعوا الموضوع اليوم ببعتلكوا إن شاء الله الفيديو بس أخلص إن شاء الله يعني بحاول أخلص منه وأرفعه فاللي عنده أي سؤال بقدر يسأل شكرا